يعني الاشياء اللي نحنا قمنا انه البرنامي دي قم بها انه تواصل الاجيال لذلك اخترنا ضيوف الشرف انه يكونوا مع الشباب دي لشان المزالة تكون قريبا من بعض استاذ محمد مرغني دعو كويس لكن عندي احساس وقد جوافرني الاخوة صعوب الاخصاص وسعادة الدين انه في حكة بتعديل تارية صوتية هو حادثة كلمني حاول حزبين ارمي اللوم علي كلمني حاول خد اللوم علي كلمني والكهائر كلم يا حرور الحقيقة اول مرة يعني اقيف يعني من حسن الصدف او حسن الظروفي انه ما تفاجأت المفاجأة زيدي يعني لانه بعد ما اختارونا مزيحين جعدنا ستة شهور في الازاع الى جانب مزيح كبير محتضر عشان نتعلم منه كيف نقول النداء الصغير المقاول من الكلمتين هنا ام درمان فديقه ستة شهور اكسباتنا سبعت عشان كده كده يجينا للعمل الاول الواحد كان عادي جدا لكن احنا حاسه دي مثلا زي ما وضت دي سوري وضينا دجائج عشان كده كده وبعد دك ممكن نقول عنها شنا ايو ممكن نقول عنها انه طبعا المزيع يعني اول ما يفت نظر المستمع او المشاهد في المزيع انه هو الصوت والصوت طبعا ما لو يدفع المزيد ده شيء ربعا يعني نحن حقيقة في وزارة الشيون الاجتماعية الثقافية الينا على نفسنا دعم الابداع والمبدعين والذي يحدث الان في هذه التظاهرة الثقافية نحسب انهم من صميم عملنا وان اخوتنا في غناة النيل الازرق واخونا بباكر الصديق قاموا بهذا الجهد الكبير وحق علينا ان نعينهم وان ندعمهم الان انا افتكر الشباب في مأمل وفي امن تام حتى بتاعتنهم هما سيسلكوا الطريق للمستقبل فكل واحد عنده موهبة يتأكد انه هناك اهتمام كامل به وبالاخرين وانا يعني اسأل الله العليل غدير ام يوفقهم جميعا ونحن سعداء اننا نرى هذه المواهب وهذه الشجاعة في اختراق المواهب مثلا زي ابننا محمود كونه يقدم عليه مسألة بتاعه انه يمدح في هذه اللحظة امام الناس وامام الكاميرات قطعا هذه الشجاعة كبيرة منه ودي واحدة من المتطلبات سنركز ونهتم بهذا الشباب المبدع لان الرسالات العظمى كما اقول والحضارات الكبرى دائمًا كان رهانا على المستقبل